الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد حلف على المصحف كاذبا فماذا يفعل؟ طبعا الحلف على المصحف كاذبا كبيرا من الكبائر وده العلماء بيسموه اليمين الغموس اليمين الغموس سمي بالغموس لأنه يغمص صاحبه في النار واليمين الغموس من الكبائر ومعنى اليمين الغموس أنه يكذب هو متعمد للكذب يعني راح المكان خلان ويحلف أنه مرار عمل الفلان ويحلف أنه ما عمل أكل الطعام الفلان ويحلف أنه ما أكل يعني بيكذب ومتعمد للكذب طبعا راجل ده حلف على المصحف كاذبا قلت ماذا يفعل؟ قلت لك الحلف عموما يسرك على المصحف أو بغير المصحف بالله أو بأي اسم أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله كاذبا متعمد وكاذبا ومتعمد لذلك كبيرا من الكبائر شوفوا الكبائر وذكر منها أربعة صلى الله عليه وسلم والإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس وعقوق الوالدي أربعهم من بينهن اليمين الغموس وسمي بالغموس لأنه يغمص صاحبه في النور طيب خلص بقدر الله حلف ماذا عليه؟ عليه أولا أن يتوبى لله عز وجل التوبة لازم يا أخوه التوبة في كل الأعمال شرط أساسي نفحش أين كان العمق لابد له من التوبة طيب تاب وياس الله لتقبل توباتي وتوبات جميع المسلمين والله لو ترتب على الحلف كاذبة مظلمة للبشر لابد أن يتبرأ من هذه المظلمة يعني أخذ فلوس الناس وبعد كده حلف كاذبة أنه ما أخذ وبعد كده قال أولي ده أنا توب ماشي يعني توب توبة على العين والرأس طيب بس المظلم متى الناس دي ده أنت لما حلفت كنت أخذ فلوس الناس وحلفت أنك مخدتاش خلاص هتوب كده وخلاص والفلوس دي مش ترد لا هنا بقى لو ترتب مظلمة لازم المظلم دي ترد ولازم ترفع المظلم ردي الفلوس بتاعتك اللي أنت حلفت عليك لازم أنك مخدتاش وإنت أخذها طيب يا عم الشيخ مهانة لو رحت رددتها هيعرف أن أنا كنت كذاب وتحصل مشاكل أعصى أقول لك فعلا ممكن بيحصل بس أنت برضو لازم ترد ترد الفلوس اللي قدتها دي أو المظلمة اللي ترتبت على الكذب بتاعت ده تبقى أعمل إيه والله الصرف الصرف بلغتنا المصريكي أقول لك اللي حضر لعافية تصرفه حاول ترده له بأي وسيلة أنت مش عايز تتعرف أنت كنت كذاب أو مشاكل رد يعني ابعته له عن طريق بنك عن طريق أي مشكلة عن طريق أي حد تواصل مع أي حد ورد يوم منك تتصرف تتصرف أي كان الحال لابد أن ترد هذه المظالم طيب فرقت بين رجل ومرأتي بسبب حالف كذب تتصرف أنت ترتبت على حالفك الكذب أنك فرقت بين المرأة وزوجه وتسببت في تفريق الأسر وسبحان الله الأولاد تبهدروا بين أبوهم وموهم بسبب رد المظالم لي إزاي عام الشيخ والله أنت أدر لكن لابد أنك ترد تقولش أنا توبت وخلاص من أنا توبت بأعمل إي أنا توبت يا عمش آمن تتوبت يا حبي على عين وعلى رأس وأنا بقول لك جزاكم الله أنكم خالي أنكم توبت لكن تعمل إيه في المظالم ترتبت على الحال في الكذب تعمل إيه فرقت بين أخ وأخي لازم ترفع بأي وسيلة أنا أقول لك شوف وضح نفسك أنا ما قلتش برضو الكلام عشاني والكلام ضغير أنا ما قلت لك شوف وضح نفسك لكن رد المظالم دي اتصرف أنت والله لو أعادت كده تفكر أزاي رد المظالم دي وأعمليه في المشكلة اللي أنا وأعفالي إن شاء الله ربنا يساجع عليك المخرج لكنك تقولنا يا توبت وما تردش المظالم وما تحاولش تصلح بالأخ وأخي لترتب عليك بسبب الكذب أو بين الرجل ومرأة أو لو أخذت فلوس من الناس وتقول لنا يا توبت لا لابد مع ذلك أن ترد المظالم إلى أهلها والله أعلى وأعلم